في هذا الجانب كيف الحسبة بتكون يعني هناك من يقارن بين سياسات ترامب مثلا وبين سياسات أوباما بالنسبة لأثار تلك السياسات على المسلمين في العالم على دولنا العربية على شعوب المنطقة مثلا الآن بايدن يهدد بدعم المعارضة في تركيا للإطاحة بأردوغان يقال بالنسبة لنظام السيسي لا والله ترامب هو المفضل لأنه إذا جاء بايدن المتضرر سيكون نظام السيسي وعبد الفتاح السيسي شخصيا جردة الحسبات بين ما فعله ترامب وما فعله أوباما والاتهامات لأوباما بتسليم المنطقة لميليشيات إيران والسمح لها بالتوغل في أكثر من بلد والسيطرة على أكثر من عاصمة عربية شو المقياس هنا؟ شو الميزان؟ أولا لو أردنا أن نتكلم عن السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة من المستفيد ومن المتضرر من سياسة سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين علينا أن نفصل لأنه في المنطقة ليس هناك مشروع واحد في أكثر من مشروع عندنا الآن أهم سلاسة مشاريع في المنطقة هي المؤسرة في المنطقة وهي صاحبة النفوذ المشروع الأول هو المشروع الكيان الإسرائيلي والآن للأسف ملحقة به دول الخليج خاصة التي تطبعت مباشرة مع الكيان الإسرائيلي وأيضا مصر ملحقة بهذا المشروع عندنا المشروع الثاني هو المشروع الإيراني وعندنا المشروع الثالث هو المشروع التركي لو أردنا الكلام عن موضوع أوباما لو وجدنا أنه نعم أوباما كان عنده سياسة خارجية مختلفة عن سياسة أترامب أوباما أراد أن يتفرغ لمحاصرة الصين في بحر الصين كانت الأولوية عنده لمواجهة المشروع أو التمدد المشروع الصيني الخارجي فأراد محاصرة الصين في بحر الصين وضمان عدم تمدد نفوسها أبعد من هذا المكان الجغرافي فبالتالي ما الذي فعله قام بتلزيم المنطقة الإيراني أول شيء وقع الاتفاق النووي الإيراني مع إيران ثم قام بتلزيم المنطقة أو شبه تلزيمها إلى إيران عبر ميليشياتها في المنطقة أطلق يدها وتفرغ بالكامل لمواجهة الصين في بحر الصين هذا كان توجهه الخارجي وبايدن كان نائبه نعم يعني هو قريب نفس الأجواء حتى بايدن قال أنه إذا وصلت إلى الرئاسة الأمر الأول سأفعله هو إعاد الاتفاق النووي أو العمل باتفاق النووي مع الإيراني بالنسبة للدول الخليجية مثلا أو بالنسبة لإسرائيل ابتداء الكيان الإسرائيلي لا نتنياهو كان واضح الكلام اليوم وحتى كان هناك ضغط على الجالية اليهودية في أمريكا للتصويت لترامب ويعتبرون أن ترامب ما قام به خدمة للكيان الإسرائيلي كان كبيرا جدا 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 يعني دائما كنا أستذكر في اتهامات من داخل الكيان الإسرائيلي لبايدن بأنه مرشح إيران نعم يعني نعم لأنه دائما هم كما قلت لك دائما الإيراني كان قريب من الديمقراطيين يعني شوف أستاذ علاء الإدارات الأمريكية كلها على اختلافها لم تكن منصفة مع قضايا المسلمين وخصوصا قضية فلسطينية ولكن الفرق بين ترامب وغيره من الإدارات أن الإدارات الباقية كانت تدير الصراع لمصلحة إسرائيل أما ترامب فهو يريد أن يفرض مصالح إسرائيل على الباقيين يعني ما فعله الآن بالنسبة لصفقة قرن وفرضه هذا الموضوع على الفلسطينيين يعني هو أوقف مساعدات وهو يعمل على تجويع الفلسطينيين ليفرض عليهم حلا هو بالكامل لمصلحة الكائن الإسرائيلي ولا يعطى أي حقوق للفلسطينيين هذا لم نشهده قبل بالنسبة لموضوع الإدارات الأمريكية لذلك بايدن كان من كلامه أنه سيعود إلى حل الدولتين وإلى غيره من الأمور أنا لا أقول أن الإدارات الباقية كانت عادلة مع الفلسطينيين ولكن كانت تدير الصراع فرق بين أن تدير الصراع لصالح إسرائيل وبين أن تفرض التسويات على الآخرين وتجوع الآخرين حتى تؤدي إلى صفقات هي في صالح إسرائيل 100% الآن ترامب ما الذي يفعله هو يتحرك للضغط على الآخرين لتمرير صفقة القرن وتحصيل فوائد الإسرائيلية 100% دون أعطاء أي فوائد للآخرين هو يحمي الدكتاتوريات الموجودة في المنطقة ولكن لقاء المال بالنسبة لدول الخليج وبالنسبة للسيسي هو يضمن من خلال دعمه إلى السيسي أن يكون السيسي تابع وفي لا يقول لا لأي شيء من السياسات الخارجية الأمريكية في المنطقة ولا للأسرائيل حتى فبالتالي هو يضمن أن يكون حاكم أقوى دولة عربية تحت جناحه وتحت جناح طاعته بالنسبة للمشروع الإيراني على العكس هو متضرر من سياسة ترامب لأنه يعني ترامب انتهج سياسة خارجية تجاه إيران كانت قاسية جدا على إيران وكان هناك قرار حقيقي من قبل إدارة ترامب بمواجهة المشروع الخارجي الإيراني